من جديد أهلا بكم في شير القراءة ضرورية للبشر ولا بديل عنها لتطوير الذات والاطلاع على المستجدات والعوالم الأخرى لكن ماذا يفعل الإنسان في العصور الحديثة حين تضغط الحياة بشدة وتستهلك وقته كاملا في العمل والمواصلات والعلاقات الاجتماعية هذا هو السؤال الذي طرحوا مجموعة من الشباب قبل أن يجدوا إجابة وينشؤوا صفحة للتلقيس الكتب يصفونها بأنها للناس ما عندهم شوقت أو نية للقراءة وإهمالا لمبدأ ليعرف معلومة يبصيها لإخواته مشاهد هذا الفيديو موظف تاني بيتعامل معاكو على قد فلوسك مرحبا بيزدع ديرين جريكي وبريدكتب لي إير لعشان هحكي لك على شوية حقيقات الكتاب كانت بيحكوها بتقول ليه الموظفين بيقرروا يتعاملوا معاك على قد فلوسك ومن تراطيف مداخل يمانا مني بنبدأ إن اللي يعرف معلومة يبصي لإخواته يعني إحنا كلنا في المرار الطافح ده مع بعض فيعني نشير الخير فأول حاجة بقى عرفتها الكتاب العظيم ده سيبنينز ودافت رايدر الكتاب ده جامل بس العادة الثالثة ابدأ بالأهم ثم المهم أول حاجة الطفل محتاج يحس إن إحنا حاسين بمشاعره وقابلنه آه هي صعبة مش صعبة عليك عشان إنت عندك مشكلة إنا مش بنعيره هي صعبة عموما قضيت ثلاثين سنة بحاول أخذ بنقطة ضعفة لما كان حد بيكتشفها كنت بتقلم جدا جدا بحد معرفت إن اللي عندي ده حاجة اسمها ديسلاكسيا صعوبة في القرية والكتابة مرحبا حكيت لك في الفيديو اللي فات على خمس غلطات بيغلطوها الناس الجمدين في الشخ بتخليهم يلبسوا ويخيشوا في الحيطة مهما كانت شطرتهم وذلوقتي هحكي لك على أهم أربع غلطات حكاهم مارشل جولد سميث في كتاب One Got You Here One Got You There عشان يبقى فلنا عالكتابة خلص كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف روبرت كيوساكي حيث يتطرق الكتاب لأهمية الاستقلال المالي اللي تقولك لأ ما ينفعش وما أنا قدامك أهو وأنا ما زعاقش ولو ما حصل إيه وبعرفها الناس دي بقى ممكن ربنا يبزقهم في يوم من الأيام بولد يفضلون في حجمهم كده وعرفهم إن الله حق والناس اللي بتفهم تقولك إيه بقى في كتبهم كتاب زي The Whole Brain Child مثلا تقولك إيه لا عايز يا حبيبتي بتحسن من القاهرة تنضم إلينا عبر زوم مؤسسة صفحة البريف فرغيف رحاب بكار رحاب أهلا بك على شاشة الغدوة في شير أهلا بك الله خليك يا رحاب رحاب كلمينا في الأول عن الصفحة وكيفية هذه أو اختراع هذه الفكرة والهدف من هذا الاسم بريف فرغيف هو الفكرة بتاعة البيتش كانت فكرة قديمة جدا من قبل السوشيال ميديا يعني لو كنت قاعدة أنا وصحابي مثلا بنقول إيه كل واحد يقرأ كتاب ونتقابل مرة في الشهر إحنا لو خمسة وكل واحد قرأ كتاب فها بقريت كتاب مرة في الشهر بس استفتت بخمس كتب فالفكرة نفسها قديمة بس طبعا هي عمرا ما اتحققت ولا شافت النور فاست فور ومع عشر سنين قدام لما قريت الكتاب بتاع سابلنجز لا ترايف بالذات لأني لقيت فيه معلومات مفيدة جدا وانا كنت بقالي كتير بقرف البارنتنج فاعت ما كنت حمل في بنتي من 11 سنة وانا بقرف البارنتنج وعملت دبلوما واشتغلت في المجال ده بس لقيت المعلومات دي انا ما مريتش علي قبل كده فحبيت اشترك المعلومات دي مع صحابي عملت فيديو حطيته على الفيسبوك وسبته بابليك على اساس يعني اي حد ما عدي لو عطر في الفيديو لقى في معلومة مفيدة انا اولى بالسواد وهو لو المعلومات نفسها مفادلش اولي دي بشكل مباشر صدقة العلم تعد لهم فعملت الفيديو والفيديو تشاير جاعد جدا وفاجأة لقيت متين وخمسين الف وانا اصلا يعني مامتي بتتلوط في اسمي فاللوة يعني متين وخمسين الف وانا لمشوا في الفيديو يعني في كومنتز كتير بقى جات لي انه اه احنا فعلا معناش وقت نقرأ ياريت تكملي الكتاب ياريت تقولنا معلومات اكتر فعملت فيديوهات جات لي كومنتز تانية انه حطي بقى الفيديوهات كلها في بيج واحدة لاني انا بعمل فيديو كل شهر مثلا فبيتوم وسط البوست بتاعتي فعملت فسعيتي بقى احييت فكرة انه اه بقى كل واحد دي يعمل كتاب او يلخص كتاب ويحطها كل هنا على البيج ده طبعا انا ما عزمتش حد السوشال ميديا ساهمت وساعدت في انجاح هذه الفكرة فكرة اه هو زي ما حكيت لك كده بالضبط دي فكرة عمرنا ما عملنا كده ولا جمعنا ولا لخصنا كتب ولا عملنا اي حاجة بس السوشال ميديا حالت ده سهل جدا انا عملت الكتاب ولخصت وحطيته واحد بعد ثلاث شهور انور شاف ده وكان هو قريدي بيعمل ده واحنا ما عارشه بعد اصلا بس كان جمعنا الاسم يعني هو كان بيذكر الاسم ده وانا كنت عامل البيج بالاسم ده فبعث لي ايه رأيك نتعاون قلت له يا اوي اوي يعني هو ده لا ده في اصلا فبقى قطت الفيديوز بتاعته على البيج من غير ما نقابل بعض خالص من غير اي حاجة فطبعا السوشال ميديا ساعدت جدا والتكنولوجي ساعدت جدا بمناسبة ذكرك لالاسم رهاب فرغيف لماذا اخترتم هذا الاسم بالتحديد اولا الاسم يعني كنت عايزة الاسم ما يبقاش بيرسونل ما بيتكلمش عني انا زي ما قلت لك انا عايزة ناس تانية تبقى بتحط على البيج ثانيا ما يبقاش يحددنا في الجنرى اللي بنتكلم فيه يعني انا بقى اقرأ كتاب في اي موضوع واعمله اي حد ممكن هيحط هيبوست كتب يكون في اي مجال يعني احبا الموضوع يكون ويبقى فيه جنرات كتير وثالث حاجة انو احنا بنتكلم بطريقة اللي هو زي السلطان في العيال كبرة لما كان بيقول اتكلمني بالهجايس يعني هنتكلم بالهجايس اللي اخص الموضوع بطريقة لايت ولطيفة مش لكتيرنج ومش بننظر عن الناسي فبريف الريف الدتني كل ده اللي هو حاجة عامة حدثينا يا رحاب عن الصعوبات التي واجهتكم اه والله ما كانش فيه صعوبات قوية لانه احنا بنستخدم حاجات بداية جدا يعني انا بصور بكاميرا الموبايل بتاعتي اه بحطها على بستك شوية كتب بحطها يعني موضوع مش محتاجة اميكانيات خرافية وده برضو من الحاجة اللي سهلتها السوشيال ميديا مش محتاجة اجار ستوديو وجاميرات وبتاع يعني بقى ابسط الامكانيات بنعرف نعمل ده فيعني مفيش صعوبات قوي وجهتنا حتى الكميونيكيشن بيننا كان سهل احنا بقيت الناس اللي معينا على البيج ايمان عدا في سكوتلندا داني قعد في امريكا ليأتي هنا السؤال ارحاب كيف يتم الاعداد لهذه الفيديوهات احنا طبعا كل واحد عنده قراءاته بنبلغ بعض بس يعني بمتهى البساطة احنا بنبلغ بعض انا شغال على الكتاب الفوديني عشان ما نبقاش شغالين على نفس الكتاب اكتر من كده مفيش يعني بس كل واحد بيعمل كتاب يعني على الكتاب الفولاني تمام يعني كل واحد بيعد الكتاب بتاعها معناش فريق اعداد طبعا جدا ان انا بلاقي ناس بيكتبوا في avant انا معها هو فريق الاعداد ده مش عارف في عمل ايه هو انتوا فاكرين ان الشغلة ده شغل فريق اعداد لا ده انا الواحد فادي حاجة يعني كويس قوي يعني انتوا فاكرين ان الشغلة ده انتك فريق بحاجت فبعث رحاب يتم اختيار هذه الكتب أغلبها اختيارات شخصية يعني أنا مثلا هتلاقي أغلب الكتب اللي بشتغل فيها حاجات لان دي الحاجات اللي مهتمة أقرأ فيها عشان بتساعدني في حياتي أنور مثلا هتلاقي بي الحاجات اللي فيها موظفين إيمان حاجات سايكولوجي فيعني هي قراءتنا حالا الشخصية معناش اتجاه قد ما هي الحاجات اللي بتفيدنا سؤال وبصراحة يا رحاب هل قرأتم كل الكتب اللي قدمتوها للناس طبعا أيها طبعا يعني مش بطلع تكلم مع ناس من الفهرس أكيد بابا قالي الكتاب كله من قول الأشخاص طبعا يعني طيب لماذا أغلب أو تقريبا كل الكتب التي طرحتموها ليست باللغة العربية ما هي الفكرة وراء ذلك أيها 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 ننتقد كثير على الموضوع عشان بس هنا والله مش عودة خلاجة ولا حاجة يعني أنتم تخاطبون العالم العربي وتشجعون الشباب العربي على القراءة لماذا اخترتم الكتب بغير اللغة العربية أو الكتب الأجنبية هقول لها حضرتك بص إحنا في وقت من الوقات الدولة الإسلامية كانت هي اللي بتشعع أو كانت منارة العلم في العالم كون حلوة قبلها كانت كنان مثلا بكتير دلوقتي إحنا بناخد العلم من بره يعني مش عيب إحنا ساعتها لبقات الدولة الإسلامية هي المنارة كان نسي جي تتعلم عندنا وكان بيتعلموا لغتنا وقدب حاجة فخر جدا أنه واحد يبقى يعرف عربي في أسبانيا مثلا ده معناه أنه هو تعلم تعليم راقي فهي دي سنة الحياة هو دوقتي هم متفوقين جدا في البحث العلمي متفوقين في البحث عموما نعم ولكن هناك التاريخ كبير للمثقفين العرب في كافة المجالات بسا إحنا المجالات اللي بنتكلم فيها أغلبها هم عاملين فيها دراسات قوية جدا حتى هتلاقي كتير جدا من اللي بيشتغلوا في الكوتشينج أو في السايكولوجي والدكاترة على فكرة بشريين ونفسيين وكله بياخدوا العلم من بره وبيخرجوا ياخدوا شهادات من بره لأنه بره في تقدم في المجالات دي كبير قوي لو نتكلم على الروايات ده موضوع تاني يعني إحنا عندنا مثلا عموما سؤال لماذا الندرة استخدامكم وطرحكم لأفكار الروايات الندرة في استخدام ده أنا مثلا يعني تعرض علينا أن أعمل كده حاسية أنني مش عارف أعملها ازاي إنما لما قابلت لما بعت لنا عبدالقادر وشوفنا شغله وبيعمل روايات أنا انبهرت جدا وحبيت جدا أن هو ينضم للبيتش لكي يبقى فيه التنمع ده يعني أنا حابة جدا أن يبقى فيه ده مش عارف أعمله بنفسي بس لما لقيت حد بيعرف يعمله يعني حبيت جدا جدا وهو بيعمل ده وأنا شايف أنه بيعمله بشكل لطيف جدا ومبهر جدا يعمل بقى حاجات عربي يعمل حاجات أجنبي يعني إحنا عندنا برضو حاجات عربية قوية جدا وتستحق إنها تتعامل يعني ربنا وفقنا إن شاء الله بنعرف نعمل بسؤال بشكل شخصي يا رحاب الكتب أمفضلة لكي أي حاجة بتساعد أي حاجة تساعد أي حاجة تساعد بمعنى؟ يعني أنا مثلا هناك كتاب معين مفضلة دايك الكتاب محدد يعني نعم هقولك فيه كتاب اسمه positive discipline A to Z ده ممكن يكون المفضل بالنسبة لي أيضا باللغة الإنجليزية يا رحاب هل يوجد لغة عربية يا رحاب؟ هل يجب أن تبقى مترجمة يا إمل الكتب نتعلم منهم برضو يعني طيب خطتكم المستقبلية حديثين عن الخطط المستقبلية لهذه الصفحة خطتنا المستقبلية إنه نقدر ننتج أكتر ويبقى عندنا تنوع أكتر نتكلم في مجالات أوسع ويبقى عندنا بريزنترز أكتر يعني إحنا في الوقت خمسة نبقى أكتر من كده بكتير وكل واحد يبقى عنده شغفه في مجال اللي احنا مثلا ما بنقراش فيه قوي هيبقى فيه تنوع وأكتبير قوي وتبقى في الآخر زي مكتابة كبيرة أي حد عايز يعرف أي حاجة عن كتاب ريفيو أو ملخص أو كده يبقى عارف هو يفتح البريف في رغيف غالباً هيلاقي هناك ده الأمل إحاب بكار مؤسسة صفحة البريف في رغيف شرفتين ونورتين أفيشير شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك